موسيقى ينتقل الآن إلى جزئية الأخيرة ننتقل الآن إلى جزئية تجربة الاختبار تجربة الاختبار تقول له play now وتلعب مع طلابك ويفضل أنك تعمل preview الفيرفيو جميل جدا بحيث أنه يقسم الجهاز اللابتوب أمامك هنا يمين يعطيك الجهاز الطالب وجهاز الانترنت اللي هو جهازك العادي فهذا نتخيل أنه هذا ال data show وهنا الطلاب في اليمين فندغط نقول له launch أطلق الاختبار وهنا في اليمين سيظهر لي الرقم الفوق في الأعلى في اليسار هذا الرقم ننسخه ثم نكتبه هنا نقل له enter دخلنا الفصل الآن نكتب اسمه طبعا يقبل اللغة العربية ويبدأ الطلاب يكتب اسماءه يظهر الطالب هنا يسمه ذا كيف رأيت ظهره موجود ثم نبدأ نقله star question أبدأ الاختبار طبعا الطالب هنا في اليمين حيث يظهر أمامه أي شيء لأنه ينتبه معاك طول الوقت على الجهاز ال data show أو جهاز التلفزيون ويكون أمامه واضح الآن أداني إجابات وأعطاني برضو next وأنه أنا أضفت هذه الإجابة وهذه الصحيح طبعا إجابة خاطئة وهذه الصحيحة ثم next التالي عدد ركعات الصلاة الضعور أربعة أنا أجبت إجابة صحيحة طبعا يقول لي الطالب في الإجابة هنا أنه إجابته صحيحة ويعطيله درجة وبعدين من يقدمه يصير فيه تنافس ما بين الطلاب والعدد أولا جبنا إجابة خاطئة ذا أول حنشوف برضو في الإجابات الخاطئة حيقول لأنه ترى الإجابة خاطئة هلنجاب إجابة خاطئة حيقول لي الطالب incorrect وإنت حصلت على درجة وإنت رقم واحد طبعا إني أنا أضف وحدي بكده نكون انتهينا من kahoot.it إن شاء الله تستفيدوا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته